إذن استعادت القوات المشتركة مناطق باب السراي والخاتونية والطوالب في المدينة القديمة من الجانب الأيماني للموصل مصادر عسكرية أكدت أن القوات الأمنية ما تزال تخوض معارك عنيفة داخل مناطق المدينة القديمة أخير معاقل تنظيم داعش في الموصل وتحقق تقدما كبيرا على الأرض فيما تؤكد القوات الأمنية أن إعلان النصر في الموصل بات قريبا جدا